يا جماعة بخصوص الفيديو الأخير حق كيف تصبح محنك في 10 دقائق و 16 ثانية أوكي 15 ثانية أتوقع والله أعلم أنه واضح أن الفيديو عبارة عن نكتة استهبال أسوأ شيء أنك تحاول تشرح للناس نكتة أنت قلتها تخيل تقول لها واحد نكتة وكذا ما يضحك يجلس تطالع فيك إذا ما فهم النكتة ما ينفع تشرحها له لأنك بمجرد ما تبدأ تشرح النكتة خلاص خربت تصير شيء ثاني معادها نكتة الفيديو كان عبارة عن نكتة اللي فهمها فهمها واللي ما فهمها أناسي فصراعا أنك ما فهمتها المهم تعالوا خلونا نخش على فيديو اليوم استكمالا لسلسلة أفلام خارج الصندوق واللي بدأناها مع بعض من فترة رجعت لكم اليوم بخمسة أفلام وأغلبها من اختياركم منتم وشكرا صراحة على توصياتكم مرة كانت رهيبة قبل ما نبدأ الفيديو يا جماعة أشيقوا على زر الاشتراك لو منتم مشتركين وفعل جرس التنبيهات عشان توصلكم فيديوهاتي أول بأول وتأكدوا أنكم تضغطوا لايك ما تضغط لايك يعني الشاي اضغط لايك وكمان في شيء ثاني مهم لازم تعرفوه الكثير منكم يتوقع أن السلسلة هذه فكرتها أننا نتابع أفلام جديدة أو ما نعرفها ويجيز أوكي هذا جزء من الفكرة ولكن الهدف أو فكرة الأساسية من هذه السلسلة أفلام خارج الصندوق هو إثراء القناة بأفلام مميزة ومع الوقت السلسلة هذه راح تزدهر وتصير مرجع حلو لكل شخص يبحث عن فيلم مميز ومختلف وخارج الصندوق نويس واللي قالوا تكلم عن 12 رجل غاضب وسايك والأفلام الكلاسيكية ذيك اختيار موفق أشكركم عليه صراحة ولكن هذه الأفلام بتكون في سلسلة خاصة بالأفلام الكلاسيكية راح نطلقها مستقبلا سوف نبدأ الفيلم الأول فيلم ديستريكت ناين واللي صدر عام 2009 اللي ذكرني بهذا الفيلم أحب أقول لك انت عبقري شكرا لك الفيلم هذا تابعته زمان مرة زمان معني مو في أيامه بس مرة زمان وتابعته مرة ثانية قبل ما أسوي هذا الفيديو يعني علشان أعطيه حقه شوفوا يا جماعة الأفلام اللي تكلمت أو كانت قصصها تتمحور حول المخلوقات الفضائية أو ناقشت فكرة وجود أشكال حياة خارج هذا الكوكب الهائم في الفضاء أتوقع أنها أفلام كثيرة لكن هذا الفيلم كان فيه شيء مختلف ماهو بشكل كامل ولكن كان فعلا فيه شيء مختلف خرج عن سياق أفلام المخلوقات الفضائية اللي نعرفها وكسر عدة قواعد وغير مجموعة صور كثيرة نعرفها عن المخلوقات الفضائية وأول قاعدة كسرها هي أن الفضائيين في هذا الفيلم ما نزلوا في أمريكا هالالويا شكرا كل أفلام هوليوود بطريقة ما الفضائيين ما يشوفوا الأمريكا هيا بنا إلى أمريكا طيب تعالوا عندنا جزيرة العرب والله انقهويكم وعندنا صحرة وجبال واجواء وآثار عمي تروحوا أفريقيا مصر فهم هم في هذا الفيلم أصلا راحوا أفريقيا على العموم في هذا الفيلم الفضائيين تركوا أمريكا ونزلوا في أفريقيا وما جاءوا علشان يحتلوا الأرض ولا جاءوا علشان يدورون مشاكلوا لحرب جاءوا لاجئين جائعين تائهين حالتهم جدا سيئة ومحزنة وما إن وصلوا للأرض إلا تبدأ الإنسانية تظهر جانبها القدر تجاههم بشكل تدريجي حس كلمة إنسانية لها صوت غريب تجاه مخلوقات ما يعرفون شي عن إنسان وعلى قولتهم الإنسان برضو مجرد كائن فضائي بالنسبة لمخلوقات من خارج الأرض أحد أكثر الأشياء اللي تميز فيها الفيلم هو إنه تم تقديمه كفيلم وثائقي مو بشكل كامل ولكن مشاهد كثيرة في الفيلم تم تصويرها على طريقة الكاميرا الوثائقية وهذا الشي كان كفيل إنه يخليك تحس كأنك جالس تشوف شي حقيقي وكأنه حصل فعلا مو مجرد فيلم غير كذا المؤثرات البصرية والمكياج السينمائي بالرغم من إن الفيلم نزل قبل فترة طويلة إلا إنها كانت جدا مقنعة بشكل مخيف ومقرف أحيانا حط لخطين تحت كلمة مقرف لأنه فيه مشاهد فعلا قصة الفيلم بالمختصر عن شخص يتم تعينه لمهمة جدا صعبة وخطيرة وكجزء من هذه المهمة إنه يروح لموقع المخلوقات الفضائية ويحاول يخلق حلقة تواصل معهم ويقنعهم ببعض الأشياء يعني تسوي ولكن مهمته هذه تتحول إلى كابوس مرعب بالنسبة له وبالنسبة لك إنت كمان يا متابع الفيلم حصل على تقييم 7.9 من 10 على موقع آيم دي بي ويبط أنصحكم لا يفوتكم بس إنه للكبار فقط الفيلم الثاني The Truman Show اللي صدر عام 1998 كثير منكم اقترح هذا الفيلم يعني التعليقات أكثر من مرة تكرر فيها هذا الفيلم وشكرا لكم صراحة لأنه واحد من أفلام المفضلة الجيم كيري هذا الفيلم توقع أنه واحد من أكثر الأفلام اللي تمثل جزء كبير من تفكير جزء كبير من البشر سواء كانت الأفكار اللي نتشاركها مع بعض وقت السواليف أو الأفكار المستخبية أو حديث النفس والتساؤلات اللي تكون بيننا وبين أنفسنا والسؤال الكبير اللي ممكن يكون معظم البشر سأله ماذا لو كانت الحياة مجرد كذب؟ ها لا يا جيخ هل ممكن نكون عايشين ومراقبين بشكل كامل وكل تصرفاتنا يتم التحكم فيها؟ هل الحياة اللي عايشينها هي الحياة الحقيقية؟ ولا إحنا مجرد تجربة صغيرة في حياة وعالم كبير جدا هل في حياة غير الحياة اللي إحنا عارفينها؟ أسئلة مرة كثير ما حد يقدر يوصل لليقين فيها أبدا حتى وإن ادعيتها اليقين بمعرفتك رح يظل داخلك صوت يخالفك تماما ترى طبيعي هذا الإنسان كذا إحنا ملاقيف نحب نسأل كثير هذا الفيلم أكثر ناس طبلوا له هم الناس اللي يعتنقون نظرية المؤامرة واللي يعتقدون إنه فيه قوة عالمية تتحكم فينا وفي تصرفاتنا وإنه إحنا لسنا سوى أدوات لتسيير مخططاتهم وأنا مجالس أحكم على الناس اللي يؤمنوا بنظرية المؤامرة بكيفكم الأرض دائرية الأرض مربعة الأرض مستطيل أنا ما يهمني مجرد أقول إنه هذا الفيلم يخدم نظريتكم بشكل مرة قوي ومعظم الناس والكتاب اللي يؤمنون بنظرية المؤامرة دائما ما يطرحون أمثلة من هذا الفيلم بشكل عام الفيلم يناقش هذه الفرضية فرضية هل الحياة هي الحياة اللي إحنا نعرفها أو فيه شيء ثاني وحقيقة مستخبية في هذا الفيلم جيم كيري يعيش فيه بيئة غريبة بالنسبة له هي ما هي غريبة ولكن أنت كمتابع بتحس إنه فيه شيء غريب مو بس فيه تصرفات الناس من حوله أو تصرفاته بل حتى فيه طريقة التصوير وزوايا التصوير والإخراج بشكل عام تحس إنك تتابع برنامج واقعي مو وثائقي واقعي كذا كاميرات غريبة عارفين متناثرة في كل مكان زوايا غريبة ومختلفة ما راح تحس إنك فيه فيلم في البداية بالذات وقد تزعجك طريقة التصوير والإخراج ولكن هذا الكلام في البداية بعد كذا خلاص تمشي معاه للمانا الفيلم مرعب بفكرة عبقري ببناء أحداثه فيلم بيخليك تسأل نفسك أسئلة كثيرة ديما أنا سألت نفسي أسئلة كثيرة الفيلم تقيمه على موقع IMDb 8.1 من 10 وصدقوني الفيلم هذا كل ما تشوفه راح تكون نظرة مختلفة عنه أنا تابعته زمان وأعجبني تابعته قبل فترة وأعجبني أكثر الفيلم يلخص أفكار مرة كثيرة ولازم تتابعه الفيلم الثالث Life of Bay واضح أني بطبل صح هل يا ترى سوف يطبل الوجيه جيب أدربك يا أولد شكراً اللي ذكرتني فيه والله إنك مرة رهيب الفيلم هذا نزل عام 2012 وللآن ما زلت أتذكر قدي إيش كنت متحمس له قبل ما ينزل عد 2012 ذيك الأيام كانت بداياتي في عالم السينما يعني لسه وقتها بدأت أغوص كذا بشكل عميق وأتوقع وإنما خاف ظني أني تابعت هذا الفيلم أكثر من خمس مرات يمكن أكثر يمكن أقل بس ألم أنه يعني تابعته أكثر من مرة وآخر مرة تابعته مع أهلي الأسبوع الماضي يا جماعة الفيلم هذا فيه كمية جمال ومتعة بصرية ما هي طبيعية ما تدري تلاقيها من السينما الفوتوغرافي ولا تلاقيها من الموسيقى التصويرية اللي تتغلغل داخل روحك ولا من الفكرة العبقرية الممزوجة بالدراما المؤثرة والمغامرة والإثارة فيلم مليان فيلم مليان عاطفة مليان إيمان مليان خوف مليان أمان مليان أشياء كثيرة فيلم ما راح وفي حقه قلت لكم راح أطبل تحملوني عاد قصة الفيلم عن شخص يضيع في البحر بسبب غرق السفينة اللي كان فيها ولكن ما يضيع في البحر لحاله وش الجديد في إنك تضيع في البحر لحالك فكرة نائمة يضيعه معه نمر نعم نمر عزيزي الوجيه نمر في وسط المحيط In the middle of nowhere ياهي رحلة معاناة ياهي رحلة غريبة ياهي رحلة عجيبة طبعا مو كل الفيلم عبارة عن بحر ونمر وشخص ضايعين في المحيط لا لا الفيلم يسرد حياة الشخص هذا من يوم كان صغير وعن تساؤلاته لما كان طفل التساؤلات الوجودية حول معاني الحياة الكثيرة تعرفوا الواحد هو صغير كده يحب يسأل إيش هذا إيش هذا صراحة كده يعني في بداية الفيلم ما فيه رحلة كده فلسفية رهيبة في بداية الفيلم وكمان عن اسمه ليش كان اسمه باي أو ليش تم تسميته باي وكيف تربه ووين تربه وكيف انتهابه المطاف ضائع في المحيط مع نمر فيلم أمريكي هندي آسيوي ترشح مخرجه للأوسكار وفاز فيها وفاز بالأوسكار لأفضل موسيقى تصويرية وفاز بالأوسكار لأفضل مؤثرات بصلية وفاز بالأوسكار لأفضل تصوير سينمائي أو سينما فتوغرافي وتدري ويشها الأحلى بتيقدر تتابعه مع أهلك أو مع أخوانك الصغار فيلم مسالم جدا ورحلة ممتعة وحالمة عبر المحيط صعب انك تنساها حارفيا يا جماعة هذا الفيلم من الأفلام اللي إذا خلصت وتسوي أوه حدنا إلى الواقع فيب لايفوت الفيلم الرابع بينج جون مالكوفيتش واللي صدر عام 1999 أول شيء الله يسامحك اللي خليتني يشوف هذا الفيلم أنا أحب أفلام كوفمن بس دائماً أتهرب منها لأنها تخليني أحس بشعور غريب دائماً تخلص الفيلم وإنت منفس ومبسوط ما تدري أنت سعيد ولا حزين هذا الآدم مدري كيف يعني تفكيره كوفمن المخرج والكاتب المجنون هذا مدري ممكن كيف الواحد يوصفه بالشكل اللايق تقول عنه مختل ولا تقول عنه مريض ولا ما هو عادل ولا عنده انفصام ما أعرف صراحة ولكن أغرب شعور ممكن يحس فيها الإنسان لما يشوف أفلام كوفمن شوفوا اللي الأمانة هو معظم أفلام كوفمن كذا غريبة وصعبة الفهم ومقرفة أحياناً لكن هذا الفيلم يعني كان هنا شوية شوية خارج عن السرب فكرة الفيلم عن شخص خلينا نقول نكرة لا أحد متزوج زواج مشي حالك وساكن في بيت الله بالخير حياته مبنية على قرارات خاطئة جداً اتخذها في الماضي وعنده هواية ما هي شائعة ولا حتى تجيب له فلوس كويسة ولكنه مرة يحب هذه الهواية ويشوف شغله فيها المهم في يوم من الأيام يتم توظيفه في الدور سبعة ونص ها؟ ايه؟ كوفمن يا جماعة وش اللي ها؟ ايش؟ ايوة في الدور سبعة ونص فيه مبنى في الفيلم فيه دور سبعة ونص كده دور ما بين الثامن والسابع تمشي كده دور مرة ضيق ولسه ترى مليان غرابة الفيلم هذا شي بسيط هذا المهم بجانب الأشياء الغريبة اللي راح تشوفها في الفيلم بطل الفيلم هنا يلقى بوابة صغيرة تخليه يدخل ويعيش في رأس أحد المشاهير كيف؟ شلون؟ زاي؟ هاو؟ حب حريق عليك يعنيه ولا كيف؟ والله ما في كلمة توصف غرابة هذا الفيلم يا جماعة وبالرغم من أنه مرة غريب إلا أنه كان فيه رسالة للأمانة ما بقول لك صعب تفهم رسالته ولكن تقريبا راح تتضح رسالته حبة حبة وانت تتابع الفيلم وأكيد فيه أشياء ما لها أي معنى كوفمان يا جماعة يشبهكم وقبل تتابعوه أعملوا حسابكم الفيلم للكبار فقط فيه مشاهد غريبة ومؤذية للعين أحيانا غير المشاهد الجنسية وتهيأ لأنك بتشوف كاميرون دياز كما لم تراها من قبل أقسم بلاي صدمة عمري لما شفت كاميرون دياز في هذا الفيلم كيف كيف كذا ليه ليه يا كوفمان خربت الصورة اللي كنا ما خذينا عن كاميرون دياز الفيلم حصل على تقييم 7.7 من 10 على موقع آيم دي بي ويب الفيلم الخامس فيلم سترينجر ذان فكشن واللي صدر في العام 2005 شفنا أفلام سفر عبر الزمن شفنا ناس تدخل في رؤوس ناس شفنا فضائين شفنا ناس عايشة حياة وهمية شفنا أشياء كثيرة في السينما غريبة وهذا الفيلم ما راح أقول لكم أنه غريب ولكن أقدر أقول لكم أنه مميز وفكرة حلوة وممتعة وكوميذية في نفس الوقت شخصيتنا الرئيسية هنا في هذا الفيلم هي شخصية حقيقية وتم تأليفها في نفس الوقت إيش قاعد تقولي يا وجيه طيب كيف أسهل عليكم الموضوع يعني الشخصية عايشة حياة طبيعية وكل شيء تمام ولكن في شخصية في نفس العالم جالسة تكتبها على أساس أنها شخصية خيالية أوكي واضح أنكم كمان ما فهمتم يا أخي تخيل أن أخرجت من البيت وحصل معاك الآتي رحت البقالة وقفت سلمت على واحد في طريقك اشتلت جريدة ومريت على مطعم ورجعت للبيت شف السيناريو اللي حصل معاك هذا؟ الكلام اللي قلت وذا من يوم خرجت من البيت اللي رجعت للبيت فيه كاتب قاعد يكتب هذا الكلام وإنت مجرد شخصية في كتابه فهمتم ما؟ أقول لك شيء الشخصية هذه موجودة في رأس أحد الكتاب وموجودة في الواقع كمان الكاتب موجود؟ خلاص والله ما عاد أشرح لك شوف الفيلم وبتفهم أنت تتوقع أن الفكرة تلحس المخ أو أنها صعبة الفهم لا بالعكس ترى الفيلم مرة بسيط وخفيف وممتع أو أني أنا من يعرف أشرح لكم فكرتم عنها بسيطة والأجمل من كذا أنه تم تقديمه بقالب درامي وكوميدي جدا لطيف وممتع بقدر تعجبك واستغرابك من أحداث ورح تلقى نفسك مستمتع معاه والفيلم حصل على تقييم 7.5 من 10 على موقع IMDB وتقدر تتابع مع أهلك ومع أشخاص أعمارهم فوق 13 سنة فيلم سادس فيلم سادس يا مدير الفيلم السادس رح يكون فيلم منشستر باي ذي سي واللي صدر عام 2016 للمانا يا جماعة الفيلم هذا ما هو خارج الصندوق بالعكس فيلم واقع جدا وخلونا نعتبره شطحة ختامية في نهاية الفيديو وبالنسبة ليه يعتبر واحد من أكثر الفيلم الدرامية المؤثرة اللي أحبها تابعته مرتين أول مرة أول ما نزل والمرة الأخيرة قريب تابعته قبل كم يوم فيلم تعيس فيلم حزين فيلم مؤثر ولكن فيلم رح يخليك تشوف الحياة بمنظور مختلف بمنظور شخص تعيس إذا مو للأبد ما بقولك أنك رح تصير تعيس لا بس نقصد يعني على الأقل بتعيش تجربة الشخص هذا بتحس كذا أثرها عليك مو الفترة طويلة بس بتحس أثرها عليك فهم ليه الفيلم قصته بسيطة جدا ولكنه مناسب للناس اللي تحب الأفلام التعيسة حرفيا الفيلم ما رح يخليك تبتسم ولا رح يدخل البهجة في صدرك على العكس تماما رح يدمرك ويمكن تبكي وتنفس والمخرج كان حريص جدا في هذا الفيلم أنه يمرر لك مشاعر البطل التعيسة والحزينة والكئيبة بالتفصيل الممل عن طريق القصة والإخراج أحيانا بطريقة فوضوية وعشوائية وأحيانا بطريقة واضحة ومرتبة ومباشرة جماعة فكرة أنك تكون سبب في إنهاء حياة شخص بالقص فكرة مرعبة وبمجرد ما تفكر فيها تتعبك نفسيا صعب إنك تكون سبب في موت أحد خلينا نقول إنه قاتل وقتلت القاتل الشرير هذا نفسيته تتغير ويتعب نفسيا لأنه قتل أحد فما بالك إنك تنهي حياة أشخاص عزيزين عليك وعن طريق الخطأ إيش الحياة اللي بتعيشها بعد هذه الحادثة كيف بتكون نظرتك للحياة كيف ممكن تستشعر السعادة والفرح كيف ممكن تستشعر أي شيء أصلا كيف ممكن تنسى اللي سويته وتمضي في حياتك قدما وترمي الماضي وراك كل هذه الحاجات المتعلقة بالموت والفقدان وفقد النفس وفقد الذات أو فقد المشاعر كل هذه المشاعر واللحظات راح يمررها لك المخرج بطريقة جدا قوية في هذا الفيلم لا تقول ما راح تابعه لأن الفيلم تعيس ترى الإنسان يحتاج شوية التعاسى في حياته بعض الأحيان لأن قصص زي كذا ما تدري كيف ممكن يكون أثرها على نفسه عن نفس الفيلم للمان أثر فيني وخلانا يشوف الحياة بشكل مختلف إلى حد كبير وبغض النظر عن القصة كانت حقيقية ومجرد خيال كاتب لكن المشاعر والأحاسيس اللي راح تحس فيها وانت تتابع الفيلم هتوقع أنك تحتاجها ما بين فترة وفترة ومو لازم نشوف أفلام مضحك أفلام ممتع لابد شوية تعاسى وحزن علشان نقدر نستشعر أشياء ثانية نقدر نستفيد الفيلم حصل على تقييم 7.8 من 10 مش 7.5 ولا 8 7.8 محنكين ايش بكم أمزح أمزح الفيلم مناسب جدا لمحبي الدراما ومصنف للكبار فقط إلى هنا نكون وصلنا نهاية الفيديو شاركوني أراءكم في الأفلام اللي تكلمنا عنها في فيديو اليوم وعطوني تقييماتكم لها ولا تنسوا الاشتراك في القناة لو لسا موشتركين وتفعيل جرس التنبيهات علشان توصلكم فيديوهاتي أول بأول والضغط على زر الإعجاب لو أعجبكم الفيديو علشان يوصل لأكبر عدد من المتابعين كان معكم الوجيه أشوفكم في الفيديو القادم